تقرير العمالة الفلبينية في الكويت عنوان بارز لاجتماع لجنة الشؤون الخارجية التي بحثت التقرير والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين وذلك بناء على تكليف المجلس للجنة ومن المقرر أن سيكون التقرير جاهزا في الأيام المقبلة تمهيدا لرفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب وكان هناك تقرير أعد بالسابق وقدم طلب من قبل بعض الزملاء بأن يتم تحديث هذا التقرير بناء على التطور السلبي الذي من قبل الجانب الفلبيني وتم دعوة جميع الجهات المعنية وإن شاء الله راح يكون هذا التقرير بإذن الله جاهز في الأيام القادمة وإن ثم رفعه إلى المجلس حتى يأخذ دوره على جدول أعمال جلسات المجلس وقد أقرت اللجنة عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات مع عدد من الدولة مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتشار غير المشروع بمنتجات التبق وتم الموافقة عليها وكذلك مشروع قانون بالموافقة على الوثاق الختامية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 وتم الموافقة عليها من قبل رئيس أعضاء اللجنة هذا وتستعد اللجنة للانتهاء من جميع بنود جدول أعمالها المدخم بعشرات الاتفاقيات والبروتوكولات في شماعات متعاقبة قبل انطلاق دور العقادة نهاية أكتوبر ليتربزون المجلس طارق السهو